طبعا الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي بتشوفني فيه يا بورج الجاتي. نبدأ مع الفقر العامل في كبهاتي على طول. آآ بورج الجاتي انت آآ ماشي لقدام. وآآ بتفكر آآ مش بعقلك. ولكن بتفكر عموما آآ في الحياة وإنجازاتك. آآ وعايز عايزت تستقر على حاجة جديدة او مستقرة على حاجة جديدة. آآ في بداية اللي حاجة تقريبا من فجلة مشروع او حاجة. آآ انت بشكل كده كنت تعبان من حاجة من العلاقة مسلا. فقررت ان انت تشيل بقى الهموم دي. وتبتدي بداية جديدة. وبدل ما انت كنت تمسك العشر آآ عصيان. هتمسك واحدة بس. وهتركز فيها وهتبتدي حاجة جديدة. ممكن تكون علاقة جديدة. وممكن آآ تكون شغل جديد بس ارجح ان ايه علاقة يعني? هتشوف مشاعر الشريك ايه? دي طبعا مشاعره ونظريته ليه? والخطوة اللي هيخدها ونظريته اللي لقى عموما انت بقى. طيب آآ برج الجدي اعتقد ان في حد ما قدم لك عرض وهو الشريك طبعا. آآ اعتقد انه برج مائي سرطان آآ اخوة عقرف وهنا برضو برج مائي فالأبراج المائي يعني آآ متميزة معنا ممكن يكون العكس طبعا انت اللي مقدم وهو اللي بقى ايه? هياخد دورك بقى. العكس. فهو مشاعره مقدم لك عرض. وآآ وآآ وقلبه كده بقلوب حمرة. فممكن يكون عرض مصالحة برضو. مقدم لك عرض مصالحة. آآ ومش مستحن لنك كل حاجة لأ. مقدم لك الكوباية وفيها سمكة. فآآ ده الآآ اصلا يعني يعني عرض ممكن يكون مصالحة زي ما اللي قلت لك. ان هنا انت 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 زي ما تكون يعني مش عايز آآ آآ تبص على العرض ده. هقول لك لي دلوقتي. عايز تبص لقدام. وعايز تبتيجي الدايك بيه ده. آآ انت مشاعرك آآ حنين للذكريات. فاعتقد ان ايه علاقة قديمة يا بورج الكزم. وآآ هم قدم لك عرض مصالحة وانت انت انت عايش في جو تاني. يعني انت بتفتكر اللحظات اللي كانت في الاول خالص في العلاقة وآآ وان العلاقة كانت في الاول حكاة حلوة. وزمان كانت جميلة. لكن ممكن يكون بازت بقى في النص فانت يعني تفتكر الزكريات بس. ولكن آآ ممكن تكون مشان مشاعرك دلوقتي. لكن كل مشاعرك آآ صبت على الزكريات فقط. انما هو ما قدم عرض مصالحة لك. بيشوفك بقى عايزة بتديدها جديدة ولا? آآ طيب هو نظرته ليك ايه بقى? الشيطان. والنظرة دي مش معناه ان انت انسان وحش. لا. آآ ممكن يكون هو فعلا بيقدم لك عرض مصالحة ومقدم لك كل العروض المصالحة يعني انت لو بتلاعز ان هو بس آآ كل الاكواف في الدنيا مقدمه. وعايز يرجع. ولكن شايفك ان انت بصص قدام ومش بصص الخاص. مش عايز. رافض الموضوع ده او من الاخر كده عايزة بتديد داية تانية بسمحت. ايه دا عني? آآ سيبني بتديد داية تانية يعني. سوري طاعة الحديث الشيط ده. اه احنا وقفنا عند آآ ده. هو شايفك الشيطان. الشيطان هنا آآ آآ لما اجي اشوف حد بين الشيطان مش ان هو حش. لا. هو شايفك ان انت عمال يقدم لك في عروض وانت آآ بتحاول تدخبس عليه. اول شايف كده. شايفك كده. ده بجيب نظره. ان انت تدخبس عليه. آآ وان انت مش عايز تقبل العرض ده آآ لحاجة تانية مثلا. آآ في حاجة جواك شايلها. آآ او شايفك ان انت لسه شايل منه. وان انت قلبك سويت. لان انت وص. بتفتكر الزكريات بس. آآ وهم قدم لك عرض مصالحة وانت ما يعني ايه. لأ. انا عايزة مش عايزة اكمل الطريقة. هو شايف ان انت قلبك سويت اولي. شايت سمع. ايه ده يا اخي? يعني انت خلاص بقى? يعني الفات مات? لأ. انت انت عملته وعملته وعملته. خلاص يعني. طب ده انت عرفت عليا بناك كثير ده انت معش انت كنت بتلف عليا طب. طب نسامح بقد لا. هو شايفك ان انت بتفكر تفكير سيء. بتفكر آآ في الحاجات الوحشة بس. قوي. على طول. ومش راضي تديله فرصة تانية. بانه يرجع تاني يقدم الكوف بتاعه. ويدهولك ونفرح بقى كلها مبين للشاركات. انت شايفه ايه بقى? بص بقى. تقريبا هو شايفت كده بسبب ده. انا زي ان قلت لك انت آآ آآ انت آآ هو عمل فيك حاجة خلتك تقفل منه. خلتك تبقى كده. او ايه يعني لو انت كده فعلا لو انت شخص آآ لو انت قلبك فعلا خلاص قتل منه. وما بقتش تبتكله الحاجات الى الحاجات القديمة بس. ان هو كان شخص بيتلاعب بيك. وان كان وعوده كلها كدابة. خد بالك برضو يعني ده برضو آآ شخص بيبقى خيالي شوية. خل بالك. ماشي? يعني ده شخص خيالي. وآآ شخص آآ بيقدم كباة سمكة بيبيع كلام. تمام? فانت خايف منه على فكرة. وآآ ومش عاد تسمح له بالنوعات دي تاني. وانت بس بتبتكر الزكريات بس مش اكتب. فانت انت شايف ان هو شخص كدابة. مش كدابة. آآ بيقدم موات فرحة. بيدخل ويخرج زي ما هو عايز في العلاقة. ومش عايز استكراره ولا حاجة. وآآ وانه كان بيقمسا لو بيعرف عليك ناس تانية. فعشان كده قلبك سود منه وقتل منه. شاكير اوه شايفك آآآ شيطان لكن لا مش هطان. شايف ان انت كل تذكيرك حاجة باشا. كل ما بيه يكلمك ويفتح معك عرض كتير. وقال له اعملت وعملت 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 وعملت. ده انت عارفت علي يا بنات. ده انت دوقت من السبعة اوقات. فهو شايفك ان انت خلص قفلت منه. لان هو عمل فيك حياة كتير قوي. كان شخص مستهتر. مش قدي كلامه. مش قدي وعضو. وبصراع عندك حقيقة. طيب هو نوي على ايه? ايه اللي نوي له? هو فعلا شخص جاي اقدم عرض جديد. فعلا جاي اقدم عرض جديد فعلا. وبيقول لك بقى ما تيجي بقى. بص ده شخص ببالك برضو. مش بصص للعرض. انت ببصص له. انت بصص له قدام. او عانل نفسك بصص له قدام. خلي بالك. انت انت واخد بالك من اللي هو عاملوك. بس انت عامل نفسك بصص له. كأنه ما فيش حاجة. كنه مش مقدم حاجة. فهو نوي على ايه? هو فعلا نيتو صدق ولا لأ? هو نوي فعلا يقدم عرض حي. فعلا حي. وآآ نوي خطبك. ولو ما فيش علاقة رسمية هيرسمها. ونوي فعلا يستقر معك. لو هو فعلا قلتك كتير قوي من دخوله وخرجه في العلاقة. وآآ وان هو غلبك. فهو فعلا 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 نوي لأ. نوي بركة الكابيو نيتو نيتو سليم. لو بدي تعمل مع حد برج ما اي يعني. آآ فهو نوي يخطب خلاص. وجاي يقدم الشبكة بقى وانضل الشبكات. ولو ما اعترفش اصلا بحبه فهو عادي يعترف. وعاز يرجع العلاقة تاني بقدمك العرض ده. ما يبقاش هالبكة سوى بقى برج الكابيو. خلي بالك بص انت رامي على ايه? نوي ترفض. نوي تقول له لا. انا شاهز حاجة. شاهز حاجة منك. نوي تعامل. انت مقفول منه يا برج الكابيو. مقفول. حرفيا يعني هو شايفة قلبك زود لان كل منك يكلمك تقول له انت وانت وانت. فانت هو عمال يقدم وانت عبص. ولا ولا عندهاش. ولا كأنه بيعمل حاجة. انت بصص لحاجات تانية. وهو جاي يقدم لك عبص انت مش بصصه. اهو. مش بصصه اصلا. مش بصص اصل اللي هو بيعملو ده. ولا هناش ولا بداية جديدة ولا باية دية اللي عامش عايز منك عايز. انت غلبتني لان انت كنت تدخل وتخرج اكتر ما ممنفتح فا بالشاقة. نخرج واحنا ونيجي. فانت كمان مقفول من العرض الجديد ده. تظهر ان هو قدمناك عروض قبلي كده كتير وانت قتلت. طب هو بصص للعلاقة ازاي? هو شايف ان العلاقة آآ آآ علاقة فكتة. وهدية زادة من زور. وآآ وتعزلت كتير قوي. يعني بمعنى دقة ما تخصي فيها قرار آآ ده اصلا راجل بيدخل الكعف ويقع كتير جدا يفكر. فهي علاقة خدت اكتر من وقتها. هو شايف كده. ان ايه خدت اكتر من وقتها. ممكن يكون ايه خدت اكتر من وقتها فانحنا نرجع تاني. واني لازم يتحرك ده. ولازم يخرج بقى برا دايرة السكون دي ويتحرك. اما انت بقى انت شايف انها علاقة مليئة بالخزلان. مليئة آآ بالوضع. انت توضعت منه قوي. وكتير بما في الكفاية. وآآ مليئة بالحصلة والندم. وخلاك توصل لمرحلة تبقى بص انت وصلت لده. اهو. ووصلت بكده. خلاك تنشي تكلم نفسك في شايف. ما يعمل حركات غريبة. ويدخل ويخرج. يقول كلمة ويرجع فيها. اكلمك طب هكلمك الساعة عشرة ما يتكلمش. طب هنخرج دولة الخميس ما يخرجش. طب انا اعتمي فيكي ما بيهتمش. طب والله هرجع ويتصالح يعني هبقى كويس ما بيعملش حاجة. فخلاك تشوف ان العلاقة مليئة بالخزلان ولا قمش نفع. وان هي خليتك دايما دايما تعبان نفسيا. وتفكر دايما بان انت تبشي. وخليتك برضو شخص مش واسط من نفسه. ومتعلق كده في ايه ولك اه متعلق في حبال دايما. ده معنى اضغط يعني. هو مقدمك عرضي يعني بس هو عرضي حقيقي بصراحه. شكلة هدع يا برج الكاد. طب النصيحة ايه بقى يا برج الكاد. النصيحة بقى مختلفة طبعا. النصيحة بتقول لك لما يجيلك بالعرض ده اقبل بيه. الشخص ده بيحبك. على فكرة. بيحبك. وابنده عشان اكدلك هو شكله شكله اتعلم الدرس. انت اديدت له درس خاصي. وآآ علمته ان آآ بان انت قلبتك وحشي. وبرج الكاد عموما ابطيقة في اضغاز قراره. ولكن لما بيقلب يجب. بيجمد قلبه ومشاعره وكل حاوسه يعني. وبيفضل عايش في الذكريات على طوله. نشوف النصيحة برضو عايزة منك ايه? تقريبا ممكن يكون الكروت بتقولك خرج مشاعرك. آآ الكروت بص انا عمال اعمال اوضح لك. انت ماسك على مشاعرك وماسك على الجواك. وآآ يعني الكروت بتقولك. اخرج. خرج المشاعر اللي جواك ده. والكلام اللي انت عايز تقوله. واشتغل على العلاقة يا برج الجادة. العلاقة دي تستحق. آآ شخص ده عايزك بجد مش وزار عرضه حليل. وبيقولك اشتغل على العلاقة. اشتغل على الحلاقة. ما ما تصدهاش كده. خد القرار. وخد القرار اللي حكيم. واشتغل على العلاقة. عشان العلاقة دي تستحق انها تشتغل. وما تبقاش كده. بص انت قافل على مشاعرك ازاي? ده كارت برج الجادي برض. قافل على على مشاعرك. قافل على مشاعرك. بص هو كمان يعني شايفك بشاكلك الحقيقي. ده كارتك اصلا. كارت الشيطان ده كارتك. فانت مش حياتك شيطان لأ. حياتك ان انت بتقلب قلبتك وحش قوي. فانت قلبت عليه. انت جبت اخرك. قلبت عليه وجبت له النهل. وقافل على مشاعرك. فالتصيحة بتقولك. لأ. سيروا الامور. وحلها بقى. وخد القرار. وخد القرار واشتغل بقى. وخرج جل لجواك. اشتغل معنا. خرج مشاعرك لبرج الجادي. حتى لو الكلام دي راح. حتى لو هتقوله مسا انت عملت وسويت. وحصل بيننا فراء ووحدات. مش مشكلة. قوله اللي انت عايز تقول الغروب. آآ نشوف طيب آآ المبتعدين من برج الجد. لو في حد بيضى عن حد وعايز يوارف عنه حاجة. مشاعره ايه حاليا? وناوي ياما ايه او في خطته يعني. آآ مشاعره حاليا هو آآ مشغول شوية بمشاغله. وآآ يعني بمع الابقة كده بيحاول آآ مش يشغل نفسه ولكن هو عنده مشاغل حاليا بيتلهي عن المشاهر شوية. بني بقيت لوحدها. عاو مش بقولك هو بيشغل نفسه آآ قلبه مقصور قوي 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 من الفراء. وآآ والرحيل. قلبه مقصور قوي 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 وبحاول يشغل نفسه عن اللي حصل بانه يشتغل آآ ويسير اموره آآ يرجع تاني للطبيعة بتاعته ولكن في الحقيقة ويباني ان هو ما فيش حاجل خالص. ولكن في الحقيقة هو مضروح. هو قلبه مقروح اوي 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 اوي. وبيحاول يرجع تاني لطبيعته ما بيعرفش. نيته ايه? نيته يجي يقدم عرض تاني. هو مقروح ايه مش عارف ينسلكم. صراحة. مش عارف ينسلكم. فراء ولا عارف ينسلكم دي كلها. وعايز يجي يقدمه عرض تاني. وعرض حقيقي المراجي ولكن هو متباطئ اوي. اعتقد انت لتعابله مع برج آآ ترابي او برج هوائي. آآ لكن عرض بطيء جدا. آآ لاسباب كتير انه موجوع. موجوع اوي 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 اوي. فعاول ما ياخد بقى يجي وبتاع فمتباطئ. ولكن يوجد عرض. وفي نية للرقوع. دي اهم حاجة. انا عندي نية بتاعة معك. طيب آآ نوزع الكروت كده. طيب لو عزات بقى من في طريقهم ممكن يكون حد قديم وممكن يكون حد جديد. نوزع من برج ايجاد. ايجاد. او شبيلها كده. اتي بقسمه بالطريقة. طيب لو عزات بقى من الجاية في الطريق. وآ آآ ايجد اوي ايه? او مشاعره او معنا قدق. وآآ قلت مش اخدها كلاسة تاني. الظهر ان هو حد قديم اه ممكن. والعلاقة بينك هو بسط. ومشاعره عايز يرجع. ولكن رجوع سريع. ورجوع متهور على فكرة. مش سريع بس متهور. اه ممكن تكون متفصلين من فترة قريبة. ممكن. اه مفاصلين من فترة قريبة. اه حد سابت تاني ومشي وقال له مع السلامة باي باي. وهو اه عايز يلغي الموضوع ده خالص. كأنه ما حصابش. عارفين ده السحر كده. يعني ايام اللعنة كده يبقى يبقى فير جوه على طول. وآآ عايز يعمل تغيير سريع. زي ما قلت لكم. تغيير سريع قوي قوي قوي. ويرجع تاني يرجع للاقة. تغيير بسرعة. بسرعة جدا. بص سحر. ورجع للاقة. يعني اعمل اللعنة كده وزيرجع. آآ عايز ايه? عايز يرجع. من الاخر. يحبوكم. وانتو كنتو كنتو تصول من البتاعه. وآآ وكشف ده طبعا. وعايز ياخد من الحالة دي. لان هو هو بعد ما انتم مشيتوا لقى ناسو كده. لوحده. قال مش ما بيديهاش بقى. فهو حاليا بيخطط. وآآ وتخطيته سليم جدا يعني. وآآ عايز يعمل تغيير سرعة جدا. تغيير سريع جدا. طيما قلت لكم واحد يتكل دخلة سريع. فهيجي لكم باقصى ما عنده. ويدكل ويعمل ده. ولو حد جديد خالص ما تعرفوش. فهو شخص خارج من علاقة. وعايز يدخل في علاقة بسرعة جدا. بس خلي دي لك. لو هو شخص جديد وخارج من علاقة كده. تب بيكونش متأكد ان شعره قبل. بس تكون سريع قوي قوي قوي. شكرا